هو اللي اعتقكم من هاد الاسد اللي كان خالعكم السلام عليكم ورحمة الله اليوم ان شاء الله جيت نعود لكم واحد القصة ترات في ليلة هيد الكبير في هاد الليلة تجمعوا في دارنا جوج ديال الحوالة واحد كبير وواحد صغير جاب ليهم خويا الكبير الماكلة كيف تيدي رقاع الناس الحوالة الكبير وتقول واش قرب ليها اما الحوالة الصغير غير حطها ليه طار عليها بدك يكل بحالة لكان صاين واحد اللحظة بل الحوالة الكبير مشا حين الحوالة الصغير وبدك يوشوش ليه فودنو بحالة ليلة كيهضر معاه وفعلا كان كيهضر معاه مغيتو تعرفوش كان كيقولو ايوا تبعو معايا هاد القصة وتعرفو الكلام اللي دار بناتهم يلا على بركة الله كنت كتاكل بزاف ومحسبوانو كنت عرف دك شي اللي عارفو انا كنت عرفت دك الماكلة بحالي شنو عارف انتو انا ما عارفوش راه النهاية جات والموت قريبة مننا واش كتقصد الديب غادي يجي يا كلنا يريد كن كان الديب راه حالو ساهل انا من السولالة الاسادية ما عندو ما يصور مني واش كوني ايا هاد السولالة الاسادية واش كون قال هالي قال هالي ببا قال لي الاصل ديالنا كيرجع لجوج دلاصول الاصل اللول هو كبش الفيدا كبش الفيدا كيفاش هاد كبش الفيدا هو الكبش اللي فدا به الله سيدنا اسماعيل عليه السلام وكان كبش ابيض وكبير واسميته حرير وهاد السمية جات حيث ما كانش فيه الصوف كانت الغيضورة دياله كلها حرير وهاد الكبش حرير كان في الجنة وهو نفسه اللي هداه قبيل ولد سيدنا آدم عليه السلام فاشكت الخو هابيل هداه الله تعالى وقبلوا منه ورفعوا الجنة وبقى تمكا يرعى تال دا كنهار لي كان غديد ذح سيدنا إبراهيم ولده سيدنا اسماعيل ودك الشعلاش تسمى بكبش الفيدا الاصل نول دا بعرفته ايوه شن قصة الاصل الثاني ديال السولالة الاسادية اللي قلتي لي الاصل الثاني اللي عودات لي يا الام ديال العلي كا يرجع لديمشق كان في هاد المدينة واحد الراجل مربي واحد الاسد من الصغر دياله وفاش كبر هاد الاسد صبحوا الناس ديال داك المدينة كلهم كا يخافوا منه واحد النهار مشاو عند الحاكم ديال داك المدينة باش يتشكاو من الاسد قل ليهم الحاكم جيبوه فاشجابوه قدامه قل ليهم الحاكم جيبوا لي يادك الحولي اللي كان غادي تتبح اليوم جيبوه طلقوه نشوف هاد الاسد كيفاش غاي صيد هاد الفاريسة ديالو كيفاش غايا كلها فاش الاسد شاف الكبش قدامه بداك يقول مع رسو هاد الكبش مسكي مشافيها وما عندو ظهر اليوم غادي ناكلو وغادي نشبع معطيه وفي ديكل اللحظة وما حدو كايهضر مع رسو طار عليه الكبش نطحو واحد نطحا خلاتو تالب ما عارض باش تبله ما جاي يتوقد ويعرف اشترا تزادو التانية وهو يتلف والدنيا ضارت بيه بدا كاي يجري والكبش تابعوه كاي يجري والكبش تابعوه وبدا الحاكم كاي يضحك والناس اللي معاه كاي يضحكوه وكاي يصفقوه على الكبش وهو يقول لي هم الحاكم صافي خدوا علي هاد الاسد ودبحوه وصلخوه حيدوا لي الجلدة دياله وشمشوها واجيبوها لي يتبقى عندي ذيكرة خدوا هاد الكبش العظيم وطلقوا صراحو وقولوا الناس في المدينة راه هاد الكبش هو اللي اعتقكم من هاد الاسد اللي كان خالعكم ومالي يوم هاد الكبش غادي تولي اسميتو الكبش الاسادي وغادي نديرولي اهتمتال باب المدينة وهادي هي قصة السلالة ديالنا ومنتمة وانا مفتاخر بيها مفتاخر باصلنا الاول اللي هو كبش الفيدا واصلنا التاني اللي هو الكبش الاسادي قلتي لي دبحوه وصلخوه شنو معنى ديال الدبح والصالخ؟ هادي هي السنة اللي مكتاب علينا واللي غادي تبقى الى قيام الساعة كل عام بزاف من امتالنا كي تدبحوه كي تصلخوه في داء البني آدم قلتي باني آدم هذا اللي كي يضل يخدمنا ويطعمنا كل صباح وكل عشية واقيله رك شرفتي واللي تدخل وتخرج في الهدرة والله كون عرفتي اش كيت سنك اولدي كون ضاقت عليك الارد واش شفتي ديك لك تدلم على القاعد لك الزير في المدينة؟ اه شفتها هديك هي اللي قلتي لي كترعت الجنة ومرة مرة كتجي كتعلقت امه كترجح عود للجنة سماعي ولدي باش كنت صغير بحالك شفت واحد الراجل من بني آدم كي علف واحد الحاولي بحالنا كي يعطيه الماكلة والماء كل صباح وكل عشية واحد النهار على غفلة ناعس الحاولي على زنبك وكتفليه رجليه وجاب واحد الموس ودوزه على عنقه من لودن تل لودن وبدأ كي سيل الدم وبدأ الحاول يمسكين كي يتركل كي يتركل كي يتركل حتى امشت لي الروح ومن بعد قطع لي راسه وحيد لي له يدور دياله وعلقه وبدأ كي يجبت لي في دك الشي اللي في كرشو وصبح داك الحاولي مسكين بحاله بحاله وكلي كتشوفهم علقين عند الجزار اللي قلتي عليهم نزلوا من الجنة وهات شي كامل هو اللي كان سميه وبددبح وصلخ وعلاش ماخداش داك الحاولي الموس فمه وصرته باش ما يتدبح ما يتصلخ بيه كونك الموس كايتكال كونك لاه ولكن انت باقي بلية ما عارف والو وهات شي كله اللي قلتليك ولي ترى لدك الحاولين سكين غادي يترى ليك حتى انت يعني غادي تتبح وتصلخ وتولي الطعام في الطبلة ديالباني ادم من بعد مدة قليلة انا عيس الحاولي الصغير وبدك يقول الحاولي الكبير مع راسه سعداتك بدك نعاس وخ الموت قريبة مني ومنك ما تصوقتيش لها ماشي بحالي انا ما بداني نعاس في ديك اللحظة فق الحاولي الصغير وهو يقول داني نعاس وشفت في الحلم ديالي انهات السيد اللي جاب لينا الماكلة جاب موس باش يدبحني وانا نطحه واحد نطحه حتى طح الأرض وخديت الموس بسناني ودبحته به وقطعت طرف من الحم دياله وبدك نمضغه ولكن ما عجبنيش عفته ورميته جاني الماضق دياله قلوه اكفس ما ضق دقته في حياتي واندمت قاعنش دبحته وبدت كان اغوت وكان قول ياريت كن غرد بحني هو ياريت كن غرد بحني هو حتى ضربتني الفيقة والله تمن بعد هاد الحلم اكتشفت الحقيقة اللي كانت غايبة عليا اكتشفت انني عندي دور كبير في الحياة اكتشفت ان الله خلقني الوحيد المهمة في الحياة اخصني نقبلها ونكون سعيد بيها الله جعل لحمي غدا وعشاق الباني آدم وهذه حكمة الله بوحد اللي عارف سرها او لا عندك الحق انت دابا صدحتي عارف كل شي واللي تحسن مني كلامك هذا ريحني بزاف الله يرضي عليك اولدي ودابا إلا بغاها تسيدي يدبحني فرحبا والف مرحبا فرحبا والف مرحبا فرحبا والف مرحبا وهنا سلاة القصة دينا ونتلقى وفق السخرى وفيديو آخر ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة